موسيقى موعدون اخباري اهلا بكم مشاهدين الكرام البداية بالحدث الكروي العالمي فبعد الحفل المميز لبطولة كأس العالمي 2022 الذي احتضنه امس ملعب والبيت بالعاصمة القطرية الدوحة اكد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عبر حسابه الرسمي على تويتر عن افتخاره بنجاح دولة قطر الشقيقة في تنظيم افتتاح العرس الكروي العالمي حيث كتب يقول من حق قطر الشقيقة ان تفخر بنجاحها ثابت في تنظيم نسخة 2022 لكأس العالم ومن حقنا ايضا ان نفخر بتمثيلها الرفيع لاشقائنا العرب وكسبها الرهام فالف مبروك لاخي سمو الامير تميم ولكل الشعب القطري هذا وانطلقت امس بطولة كأس العالم بالدوحة القطرية بحفل مميز احتضنه ملعب البيت وسط حضور رسمي لضيوف الشرف من قادة ورؤساء الدول يتقدمهم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اشتركوا في القناة قبيل حفل الافتتاح وبصالون القاعة الشرفية لملعب البيت كان لرئيس الجمهورية لقاءات جانبية عديدة مع قادة وزعماء عرب حيث التقى السيد الرئيس امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني المناسبة كانت فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بالشقيقة قطر كما كان لسيد الرئيس محادثات جمعته بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي السيد الرئيس تناول مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي واقع العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين واخلال حفل الافتتاح وعلى المنصة الشرفية كان لرئيس الجمهورية محادثات جانبية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبح كما كان لرئيس الجمهورية لقاءات مع شخصيات من عالم كرة القدم على همشي حفل افتتاح الموديال حيث التقى كلا من باتريس موسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ولعب الدولي الفرنسي السابق لكرة القدم يوري جوركايف هذا وعبر رئيس الجمهورية عن فخره واعتزازه بمسوى تنظيم دولة قطر واحتضانها لهذا الحدث العالمي ألهم تنظيم رائع من أرواح ما يكون عالمي أقل ما يقال أنه تنظيم عالمي يشرف دولة قطر الشقيقة ويشرف العالم العربي كذلك وفيه أقوال وأقوال وأقوال خليهم يتكلموا هذا الكلام اللي كنت نقوله هذا لب الملاحظة نتاعي أن اليوم نفتخر كدول عربية بشيء اللي وصلت له المستوى اللي وصلت له إلى قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه لملايين الأنظار منتفتة إلى قطر اليوم شيء عظيم تنظيم جيد لا غبارة عليه باقي دروك كل دين أعمتين محسود مثل ما يقال إن شاء الله إن شاء الله نتمنى فقط أن الفرق العربية الدول العربية في مستوى الكروي توصل يوم من الأيام إلى نفس المستوى يعني حتى نحلم أننا نرى يوم من الأيام دولتين عربيتين في النهائي كأس العالم إن شاء الله استقبل اليوم رئيس مجلس الأمة صالح كجيل بمقر المجلس وفدا عن حركة حماس الفلسطينية يقوده رئيس مكتب الأسرة والجرحى في الحركة زاهر جباري وبالمناسبة جدد كجيل التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية فيما حي رئيس مكتب الأسرة والجرحى في حركة حماس حي جهود رئيس الجمهورية المبذولة لصالح القضية الفلسطينية وهو ما أكدته مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر نحن سعداء بحضورنا بثلة من المجاهدين لهذا البلد المجاهد المناضل الذي عرف بتاريخه حتى قبل الاستقلال بدعمه لأبناء شعبنا الفلسطيني وهنا أهم قضية تم طرحها ونقاشها والحوار بها هي قضية المصالح الفلسطينية التي طرحها ورعاها الرئيس تبون مشكورا ونحن نواصل كحركة بإذن الله عز وجل كل الطرق والسبل لأجل إنجاح هذه المصالح الفلسطينية رغم العديد من العقبات لكن بفضل الجهود الرئيس تبون بإذن الله عز وجل سوف نحقق هذه الوحدة لأنها من مصلحة الوطن العربي والإسلامي ومن مصلحة القضية الفلسطينية وهي قوة لأبناء شعب الفلسطيني ولا يفوتني هنا أقول بشكل واضح نحن في الحركة ضد عدوان التطبيع على أمتنا العربية والإسلامية ولن نقبل من أي شعب ومن أي دولة هذا التطبيع تحت أي مبرر من المبررات ونثمن موقف الجزار والرئيس تبون بهذا الموقف المشرف للأمة العربية والإسلامية وبارك الله فيكم استقبل اليوم رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج بمقر المحكمة رئيس المجلسي الشعب الوطني إبراهيم بوغالي والوفد المرافق له وذلك في إطار التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية والمجلسي الشعب الوطني الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في سياق تبادل الخبرات والتكوين لعضاء وإطارات وموظفية الطرفين لسيما في مجال القانون الدستوري والقانون البرلماني وتكوين فرق بحث مشتركة في المواضع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية والمجلسي الشعبي الوطني مهما تعدت المصطلحات الخاصة بعلاقات السلطات والهيئات والمؤسسات فالهدف واحد لأنها كلها في النهاية تنتهي إلى سلطة الدولة لبسط سيادة القانون فالفصل بين السلطات في الأصل هو تحديث الصلاحيات لكي تطلع كل سلطة بمهمتها التي حددها الدستور ولكنها تصب في معين واحد وهو التكامل وهذا التكامل يتحقق عن طريق التنسيق والتعاون وهو الذي نحن بصد التأسيس له بالنسبة للمحكمة الدستورية تسعى بكل إمكانياتها في نشر الثقافة الدستورية وعبر مختلف المجالات ومن بين هذه المجالات الاتفاق أو اتفاق التعاون بين مختلف المؤسسات بغية التعاون في هذا المجال مجال نشر الثقافة الدستورية والعمل على خدمة المواطن والحفاظ على حقوقه وحرياته استقبل السيد الفريق أول سعيد جنغريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي مدير الشركة السربية يوغو أمبورت يوغو سلاف بيكوتوفيش خلال هذا اللقاء الذي حضره ألويا وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد السربي أجرى طرفان محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري بين البلدين وبحث سويا السبولة والوسائل الكفيلة بتعزيزها أكثر فأكثر والارتقاء به إلى المسوى المأمول وفي ختم اللقاء وفي ختم اللقاء تبدل طرفان هدايا رمزية بمجلس الأمة سمعت اليوم لجنة وشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لعرض قدمه وزر العمل وتشغيل وضمان الاجتماعي يوسف شرفة حول نص القانون المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي شرفة أكد أن نص القانون يهدف إلى تكريس حق استفادة الموظفين أو المتعاقدين الإداريين منتسبية الوظيفة العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة وذلك في إطارية التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية في مضوع آخر كد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمس من عين الدفلة ضرورة مواكبة الجامعة لتطور لتصبح قاطرة للتنمية والروقية الاقتصادي والاجتماعي من خلال جعل الطالب المتخرج مدرا للثروة ومناصب الشغل قام اليوم زر الصحة عبدالحق سيحي بزيارة تفقدية لولاية بومردس ومعينة مشاريع ووضعها حيز الخدمة حيث استهل الزيارة بالوقوف على مشروع إنجاز مستشفى 240 سرير ببومردس وكذا تدشين المعهد العالي للتكوين بالإضافة إلى تدشين مستشفى 120 سرير ببلدية بودواو ووضع حجر الأساس لإنجاز عيادة متعددة الخدمة في خبار التقص فادت نشرية خاصة لديوان الوطني للأرصاد الجوية أن عدة ولايات من غربي ووسط وشرق الوطن ستشهد هبوب رياح قوية تكون من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 60 إلى 70 كم في الساعة حيث ستصل أو تتجاوز أحيانا 98 كم في الساعة وتكون مصحوب أحيانا بعواصف وهذا بداية من السادسة من مساء اليوم إلى غاية التاسعة من صباح يوم غد الثلاثة دوليا وفي الشأن الصحراوي تعرضت ناشطات حقوقية صحراوية بمدينة العيون المحتلة إلى اعتداء وقمع من قبل شرطة الاحتلال المغربي ضمن سياسة الإجرام التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الصحراوي المناضل والتي تتعارض مع كافة موثيق وعهود حقوق الإنسان بذلك الخبر المشاهدين نختم هذا الموعد الإخباري نلتقي مجددا على رأس الساعة اشتركوا في القناة